أستاذ دعاء تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام وراح تطلق بركاته بالفضل ونعم الحمد لله بص حضرتك كرام وانتو متوفي بقالي سبع سنين نعم الله يلحمه ربنا يجعله فسح الجنات يا رب يا رب الله مأمين أنا بحب أزوره إيه يعني جمعة أو جمعة لا كده يعني طيب فهل هو بيشوفني وكده يعني طيب حاضر أقول لحضرتك يعني فيه سؤال تاني يا أستاذ دعاء اتفضلي يعني إيه الحكم اللي يعني عمي يخد يعني حقنا يعني إذا عرف بص إيه يعني إيه الحكم يعني مين بس الحق ده ثابت يا دعاء أوه يا فنكم ثابت أو يعني 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 علام الوراثة طالع أن انتو مستحقين لده وهو منع أنه يديكم حقكم في المراس أوه يا فنكم طيب أقول لحضرتك ده أول حاجة نعم الله سبحانه وتعالى يوصل للمتوفة زيارته ويجعله يأتنس بزيارة من يزوره ويجعله إن شاء الله يصل إليه ده وده كرامة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم كرامة لهذه الأمة إن ربنا كشف لنا هذه الحقيقة إن رسول الله سلم تكلم مع الذين دفنوا في قليب بد وأخبرهم بأنهم يسمعوا ولذلك إحنا ما يكون من العبس إن إحنا لما نمر على المقابر نسلم عليهم إذا ما كانوش هو بيصل سلمنا إليهم ولذلك كان من السنة إذا مرنا على المقابر أن نسلم على أهل المقابر وكأننا نطلب لهم السلام لما نقول السلام عليكم دار قوم إحنا كده بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلمهم في قبورهم ونلقي عليهم السلام كمان ليأتنسوا فدلت كل هذه النصوص الشرعية إن من في القبور يشعرون بي من يزورهم ولذلك هذه الزيارة تؤنس من في القبور فيحس بيك آه يحس بيك وربنا يوصله دعاك وكلامك وقرأتك إن شاء الله توصل وتكون إن شاء الله بركة ونور عليه أما مسألة بقى منع البنات من الميراث فدي كبيرة وده أكل الأموال الناس بالباطل وأنا بكلم عما حضرتك بقول له يعني هذه الأموال لهيب وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن قطعت له حق أخيه فقد قطعت له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها فرد أموال أولاد أخوك عشان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في صحتك ويفضل كمان ودي أولاد أخوك باقي ليك باقيا عشان أنت تحس ببركة ما أعطاك الله من رزق ومن مال وكمان هم يحسوا كمان بأهمية وجودك في حياتهم ويفضلوا كمان هم لك على البر فعشان كده لو سماحت مش لو سماحت هو واجب عليك وأنت لو إذا لم تفعل هذا فلا تسأل أحدا ولا تعطب على أحد إذا وجدت البرقة قلت وإذا وجدت الأمور تعسرت أعد البرقة إلى مالك وإلى حياتك بأن ترد الحق لأهله وإلا في وجع ونار في الدنيا ونار في الآخرة نعم